اذا ابتداء من اليوم والنتجة الاقتراب منخفض جوي والذي يكون عميق وأكثر فاعلية والمصحوب برياح قوية خصوصا بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك المناطق الداخلية والمرتفعات حيث قد تصل سرعة الرياح العموم من 80 إلى 100 كم في الساعة خصوصا في السواحل الأطلسية الشمالية كذلك هذا المنخفض سيكون مصحوب بتسقطات مطرية عامة في معظم أرجاء البلاد سواء الجنوب الوسط والشمال والشرق البلاد كذلك ستكون قوية خصوصا بمناطق أغادير سوس مناطق الشياضمة عبدة وكذلك حتى مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك الريف ومناطق البغاز خصوصا يعني ابتداء من بعد زوال يوم ويوم غد بحول الله وهذا الاضطراب الجوي كذلك مصحوب بتسقطات ثلجية خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والتي تتجاوز على العموم 1600 متر أما البحر فسيكون كثير الهيجان إلى قوي خصوصا ابتداء من اليوم ويوم غد بحول الله حيث قد تصل علول أمواج من خمسة إلى سبعة أمطار ونظرا لهذه الظروف الجوية الخاصة فيجب الانتباه لسقط الأشجار والأعمدة أثناء هبوب الرياح القوية والابتعاد عنها وكذلك خفض سرعة السيارات والتوقف أثناء هبوب كذلك العاصفة وكذلك يجب الاجتناب الأودية والأماكن المنخفضة بالإضافة إلى عدم المغامرة في البحر خلال هذه الفترة وكذلك الاستفسار عن حالة التقس وعن حالة الطرق